فيه أفلام محكومة لها بالفشل من بدايتها وفيلم الملكة واحد منهم الفيلم عن سيدات الأعمال ماجدا دولفن صاحبة نادي رياضي بتتعرض لمشاكل بسبب المنافسين ورجال الأعمال لكن هي بتشوف إن الحل إنها طاقت صفقة بشتى الطرق مع القلاب وهنشوف إزاي هتبدأ الملكة وقفة على رجليها مبدئيا كده لو جف بالك إن اسم الملكة بسبب دورها لصدقي في مسلسل جعفة للعرض ده باسم الملكة صفصف لو فاكرينها فأنت عندك حق المؤلف والمخرج قرروا يغيروا اسم الفيلم من كتف قانوني للملكة بسبب نجاح الشخصية الكوميديا اللي أغلبها قايمة على الإفهات والإحاقات ما بتدحكش كروتا واستسهال في كتابة السيناريو للمؤلف هشام هلال رغم إن فكرة فريق نسائي كان ممكن يطلع منها كوميديا بأفكار بسيطة الإخراج تقليدي مفهور جديد لسامح عبدالعزيز لكن كدرات الكاميرا كان مريبة جدا تقييم الفيلم 3 من 10 وبالمناسبة هو لا يصلح تماما للمشاهدة العائلية فككم من كمنا بلاسة 12 المكتوبة دي ترجمة نانسي قنقر